أصدر رئيس اليمني عبد ربو منصور هادي مساء يوم الجمعة قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة في البلاد من 24 حقيبة وزارية بناء على دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل وعلى اتفاق الرياضي الموقع في الخامس من نوفمبر العام المنصرم وقد نص القرار على تعيين الدكتور عبد الملك سعيد رئيسا لمجلس الوزراء وستكون الحكومة الجديدة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية وقد تم تشكيلها وفقا لاتفاق الرياضي الذي رعته السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال في الخامس من نوفمبر عام 2019